قال الرئيس البرلمان العربي عبد الرحمن العسومي أن ما حدث في المستشفى المعمداني بالقطاع غزة ما هو إلا إبادة جماعية وجريمة حرب جريمة ضد الإنسانية وأضف العسومي أن استهداف المستشفيات المدنية والأهلية يعد انتهاكا خطيرا لأحكاب القانون الدولي والإنسانية الرئيس البرلمان العربي أن ما حدث في المستشفى المعمداني أبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تفتقر إلى أدنى مستويات القيم الإنسانية وأن غصف واستهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية والأهلية انتهاكا خطيرا لأحكاب القانون الدولي والإنساني محملا القوة القائمة باحتلال والقوة الدولية المساندة لها المسؤولية الكاملة عن ما يحدث مطالبا بوقف المجازر وحشية بحق الشعب الفرسطيني وإيصال مساعدات الإنسانية لغطاء قزة دون تأخير كما يندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يجرى في الأراضي الفرسطينية مؤكدا أن هذا القصف المتعمد على مسوع مرأة الجميع يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وغرارات الشرعية الدولية والإنسانية